السلام عليكم. تعالوا النهاردة نعمل كوكيز سهلة جدا جدا وسريعة جدا جدا ومش هتاخد مننا وقت خالص. والولاد كمان ممكن يتعلموا يعملوها ازاي? هتبقى حاجة حكاية كده مش هتبطلوا وتعملوها. هنعملها باي نوع شوكولاتة سبريد عندكم. اي نوع تاكلت سبريد سواء بالبندق او غيره هنعملها بول بندق بتبقى احلى كمان. وكتير ارض بقى عندنا جارز مركونة في التلاجة ومحدش بيأكلها. تعالوا بقى نعمل النهاردة بيها الكوكيز دي في خمس دقايق ويمكن اقل كمان. يلا بينا. دي حوالي كوباية من او الكريمة بتاعة الشوكولاتة اللي موجودة عندنا. ياريد تبقى بدرجة حرارة الغرفة يعني ما تكونش متجمدة او ساعة. هنزلها وتقدروا تعملوا ده عادي باي مضرب عادي ما فيش مشكلة خلص. وهنزل عليها ببيضة كبيرة او بيتين صغيرين. انا عندي البيض صغير فانزلت باتنين بيضة صغيرين. هو المفروض بيضة واحدة على الكوباية. وهبتدي اضرب البيض مع الشوكولاتة. او يعني ممكن تضربوها عادي بالايه بالمضرب اليدوي انا كنت مستعجلة. هضربها كويس جدا لغاية ما البيضة تدوب. ويا سلام بقى لو الاطفال حابين هم اللي يعملوا الوصفة دي هتبقى مصلية لهم جدا وحيحسوا ان هم عملوا نتيجة رهيبة من غير ما يبقى المكونات كتيرة لأي حاجة. خلاص البيضة دي بيتمعها الشوكولاتة. وهنزل بشوية من الفانيلا على الشوكولاتة مع البيضة علشان اضيع ريحة البيض خالص وما بقاش لي اي قصر. شوية من الفانيلا. وبقلم لغاية ما الفانيلا تدوب تماما قبل ما نزل بالدقيق. الخطوة الاخيرة ان احنا هنبتدي ننزل بالدقيق تدريجيا لغاية لما نحصل على قوام متماسك. يعني نفضل ننزل بنص كوباية او كوباية وبعدين بعد كده نص او ربها وهكذا يعني اهو انا هنا حطيت نصين وبدأت اضرب وابتدي اشوف القوام وكل ما شوف القوام محتاج دقيق هحط شوية وافضل اقلب لغاية ما اتأكد انه ده بخالص عشان احكم القوام متماسك ولا لا. اهو هنا هحط تاني اهو واشوف لغاية ما هي تبتدي تكور او تعمل عجينة. مش مش لازم تبقى آآ علينا متماسكة زيادة عن اللزوم عشان الكوكيز متبقاش نشفع. يعني يا دوبك كده تبقى بتتلم كورة. وحوريكو ازاي اهو. بصو هي بدأت هي. شايفين القوام ده القوام اللي انا عايزي. بس خلاص تعالوا بقى نشوف لما بنكوره طبعا نجرب الاول لما بنكوره بيطلع عامل ازاي? شايفين بتطلع وتتكور معايا بمنتهى السهولة ازاي? هو كده تمام جدا. تتشكل زي ما احنا عايزين نشكلها بقى كبيرا شغلة صغيرة مبططة. بصوا شايفين? ماشية معايا عادي جدا وسهل او. واقعك مني اه? يلا بقى تعالوا اعملوا مكيال يعني عايزينها كبيرة او صغيرة انا هنا استخدمت المكيال بتاع المعلقة. اهو. علشان يطلعوا كلهم قد بعض. بصوا لما بيبقى كلهم شكل بعض او نفس الحجم بيطلع الشكل في الاكل حلوة جدا. اهو انا اكوردهم الاول وبعدين بعد ما بكورهم قد بعض ببتدي ابططهم بايدي كده شوفوا الشكل اللي جايحكو حتى لو هتحطوه في قلب او هتعملوله شكل قلب شكل اي حاجة انتو عايزينها مفيش مشكلة خالصة. بس طبعا لو هنشكله على شكل قلب او اي حاجة لازم نفرده الاول وبعدين نشك. انا بالنسبالي التشكيلة دي سهلة اوي اهو ببطت وبحط تحطوا بندق تحطوا اللي انتو عايزين. وكوباية واحدة من تطلعتلي صنيتين من دولي. فبترني معايا كمية كويسة اوي 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 من كوباية واحدة. ادخلها على الفرن مسبق التسخين على مية وتمانين لمدتين لمدة عشر دقايق ربع ساعة بالكتير. نخلي بالنا اوي ان الكوكز بتخدعنا في الفرن. يعني لما بتكون لسه طرية بنفتكرها انها لسه قدرها شوية. لا. احنا نطلعها عشر دقايق بالكتير. لو فرن صوخنا مسبقا. ربع ساعة لو مش متسخن مسبق. لان هي تبان طرية بس وانس انها بتطلع بتجمد وبتبقى كويسة جدا. وخصوصا الكوكز اللي عملناها مع بعض قبل كده اللي فيها زبدة. في ناس كتير بتتخدع ان هي لسه ما استوتش وبتكون استوت وبتنشف منهم كمان. فنخلي بالنا من النقطة دي مهمة قوي قوي قوي. يلا بينا على الفرن. بصوا بقى الجمال حكاية لما بتطلع من الفرن تعتبر حاجة سجيعة. الولاد ممكن يعملوها لوحدهم زي ما قلنا مع علاقة طورة الفرن. تقدروا تعملوها لما تبقوا وزنقين في حاجة حلوة. او لانش بوكس. حكاية يا جماعة مع الشاي او مع اللبن حكاية سهلة وسريعة ومش اختراح خلص. بصوا بقى مقرمشة من جوه ازاي. يلا بقى اللي ما جربهاش يجربها ويكتبلي في الكومنس الاربار. تابعوني حنعمل مع بعض حاجات كتير حلوة جاية كتير. باي باي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة